تحديا كبيرا لأنه يريد أن ينهي آمال هذا الشعب في الحرية والكرامة والعزة والمطالبة بالحقوق العادلة إنه تحديا خطير لا شك ولكنه في نفس الوقت فرصة كبيرة كذلك إذ أن الطرف الآخر لم يتغطى بغطاء ولم يجامل وإنما استهدف الطائفة في رأسها وفي رمزها الأكبر وفي أهم حصوصياتها مما يعطي لموقفنا قوة ويجعلنا في موقع قوي جدا للدفاع عن أنفسنا لأن المستهدف هو ديننا هو أكبر رمز في طائفتنا بما له من قدرة على استقطاب الجماهير وبما له من حضور واسع في نفوس المؤمنين من مختلف الفئات العلمائية والجماهيرية وغيرها فنحن لا ينبغي أن نحبط أو نتأثر أو ننكسر لكبر الاستهداف وضخامة الاستهداف فربما كان ضخامة الاستهداف سببا لتوحدنا ولياتلافنا واجتماعنا على كلمة واحدة كلمة حق للدفاع عن ديننا وعن عقائدنا وعن رموزنا وعن وجودنا نحن لا ندافع عن شخص بما له من احترام عميق وكبير وبما له من قداسة دينية ولكننا ندافع عن وجودنا قلنا ونكرر أننا لسنا في صدد المواجهة لأحد نحن في موقع الدفاع عن النفس بل كل شعبنا عندما انطلق في الرابع عشر من فبراير 2011 لم ينطلق أشرا ولا بطرا ولا معتديا وإنما خرج يطالب بحقوق عادلة مشروعة ولذلك نجد أن السلطة ومع الأسف الشديد بدل أن تلتفت إلى مطالب هذا الشعب وتسعى لتفهم مطالبه وإذا بها تتجه إلى معاقبته بكل أشكال العقوبة بالقمع الخارجي بالقتل بالتعذيب بغيرها وبالتهجير وبالسجن والاحتقال والحرمان الاقتصادي وغيرها من مظاهر التنكيل وأخيرا تسعى إلى أن تعمق الجرح وإلى أن ترفع من مستوى التصعيد باستهداف الطائفة الشيعية الكريمة في وجودها في اخصوصياتها في رموزها في محاولة للقضاء على هذا الوجود لما يمتلكه من حيوية ومن غيرة ومن استقامة ومن ثبات ومن انطلاق من قيم الإسلام عميقة والمطالبة بالحقوق